فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام ورحب بكم معكم الحكيم عمر رجعنا لكم في فيديو جديد اليوم رح نتكلم إن شاء الله في هذا الفيديو على الإمساك ورح نتكلم على التخصيص ورح نتكلم على سبل الوقاية وطريقة تخفيف هذه المشكلة وممكن إنك تعالج نفسك بأشياء بسيطة وسهلة جدا رح نتكلم فيها التخصيص ورح نتكلم عن الإمساك بشكل عام وطريقة الوقاية وطريقة التخلص من الإمساك ونتطرق أيضا لهذه المكونات البسيطة وسهلة جدا المتوفرة أيضا في كل بيت هذه المكونات يعني متوفرة في كل بيت نبدأ بأول طريقة من طرق تخفيف الوزن وعلاج الإمساك وهي ممتازة جدا هو التفاح التفاح كما تشاهدون أخواننا الكرام هذا التفاح يحتوي على الكثير من المغذيات والعناصر الغذائية بالإضافة إلى أنه يحتوي على الفايبرز يعني الألياف طبعا الألياف هذه هي أساس شغلها على الإمساك ليش؟ لأنه تعمل على طرد طبعا أكرامكم الله البراز المحمل طبعا بالدهون المحاطة بجدار الأمعاء والقولون وبالتالي بتقلل من حدة الإمساك ومشكلة الإمساك فبالتالي ننصح دائما الناس التي تعاني من إمساك مستمر أنها تتناول الخضروات والفواقه وبالأخص التفاح لأنه يحتوي على زي ما قلت لكم القشور طبعا أهم شيء يتناوله بالقشوره لأنه يحتوي على الفايبرز زي ما قلت لكم وكمان ممكن إحنا نتناول من الخضروات أهم شيء برضو الخس طبعا الخس والمعروف عنه برضو يحتوي على عناصر كثيرة جدا وممتازة في هذا الموضوع لعلاج طبعا الإمساك الشديد والتخلص من هذا الإمساك طبعا في بعض الناس وبعض الإخوة والأخوات بحبوا يعملوا عملية تخصيص للوزن وترد سموم القلون وترد سموم البطن بطريقة تبقى هيك آمنة جدا فإحنا بننصحهم إحنا بننصح طبعا الإخوة والأخوات إنهم يستعملوا كاس ماء دافئ هذا يعني أقل شيء ممكن أن نحن نقدمه لهم في هذا الموضوع كاس ماء دافئ مضاف إليه طبعا بعض من قطرات الليمون يعني بنصف طبعا هذه الليمونة نقوم بقطعها ونضع بعض قطرات الليمون ونقوم بشرب كاس صباحا من الماء الدافئ بالليمون وكاس مساء طبعا هذه طريقة التخصيص نقوم باستعمالها يوميا وأهم شيء المداومة على شرب هذه الكاسة تقوم بطرد سموم وطرد الدهون المحاطة بالأمعاء وأيضا التخلص من الكرش والتخلص من طبعا هذه السموم هذه يعني وصفة للتخصيص ذكرت لكم وصفة لعلاج الإمساك أيضا ممكن تعالج نفسك بالإمساك بطبعا هذه الزيت زيت الزيتون أنا كنت قد ذكرت لكم في وصفة سابقة زيت الزيتون ممتاز جدا برضو الناس اللي عندها مشكلة مزمنة في موضوع الإمساك ممكن أن تتناول ملعقة صباحا كل يوم أكيد بتخفف المشكلة هذه وبتخلي يعني هناك في ليونة في الأمعاء وفي يعني نوع من السلس فطبعا هذه الوصفة الثانية في موضوع الإمساك بالنسبة للتخصيص أنا ننصحكم فيه مشروب الليمون وممكن أيضا استعمال النخالة هذه النخالة يعني موجودة في الألم خابز بكثرة ومصنع منها أيضا خبز طبعا بالنخالة يمكن استعمال هذه النخالة بطريقتين الطريقة الأولى أن نقوم بأخذ ملعقة أو ملعقتين من النخالة ووضحها في كاسة ماء وشربها كل صباح على الريق وبعد بنصف ساعة طبعا ممكن الواحد أنه يفطر بشكل عادي أو أنه الواحد في طبيعة أكله بشكل عام لما بيأكل الخبز ما يأكل الخبز القمح يأكل الخبز طبعا الردة أو النخالة كما يقالوا عنها هذه طبعا الوصفات اللي أنا بنصحكم باستعمالها طبعا لازم تأكلوا من الخضروات كثيرة عشان تجنب مشكلة المساك وتبعدوا عن النشويات الكثيرة مثل الرز والمعكرونا لأنه بتعمل تيبس وطبعا البطاطا بشكل عام طبعا بتعمل تيبس للأكل في المعدة وبالتالي بتعمل مشكلة الإمساك لكم فبالتالي هاي النصائح اللي أنا بقى أقدم لكم إياها على عجالة وبشكل بسيط إن شاء الله استنونا في وصفات كثيرة جاية وإن شاء الله شروحات تعجبكم إذا عجبكم هذا الفيديو طبعا ما تنسوا تضغطوا على اللايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وشير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والواتس أب كي يعني ينتقل هذا الفيديو إلى مزيد من الإخوة ويستفيد منه الجميع ولا تدعو يقف عندك وانتظروا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله